صباح الخير، صباح النور، أتمنى أن تكونوا بألف صحة وسعادة حلقة اليوم سنرى معكم شهيوات العيد الكبيرة سيكون فيديو شامل حاولت أني نجمع لكم جميع الشهيوات إذا نسيت حاجة أكتبوها لي في التعليق أكيد نصيبها لكم المهم أنا شاهدت الشهيوات التي أكثر نصيبوهم حضرتهم معكم طريقة مغربية التي يزوينا بالسف دائما يكون اختلاف ما بين المناطق هذه شيء عادية ولكن سنحاول أن أعطيكم فكرة وأنتم لا أعطوني أفكار في التعليق كيف يوجد هذه الشهيوات من الشهيوات العيد الكبير وصراحة سيبقى له واحد شهر أو أكثر ولكنكم تعرفون أن الفيديوهات يأخذوا وقت كبير في المونتاج وفي التصوير فبدأت بكري شيء قليلا هكذا نقدر لبي أكثر عدد من طلباتكم إذا بدأت مثلا قبل من أسبوع فإلا ما نقدر نقدر لكم واحد فيديو أو زوج على أكثر تقدير فأنا نريد أن أعطيكم كل شيء حقا وأكيد الفيديو سيكون فيه الوصفات كاملين سيكون فيها دورة أو تقلية كل واحدة سأعطي لها سأعطي معكم المخ مشرمي الكبدة مشرملة الطحان معمر سيكون كذلك الكرعين بطريقة لزوينا فتبعوا معي الحلقة نسيت الفولتة ومديل الغنمي أو مريقة نفسة المهم تبعوا معي الحلقة من الأول حتى الآخر هناك الكثير من النصائح التي سوف يفيدكم سوف نبدأ هنا بالمخ مشرملة لدي حبتين من الطماطم أو ماتيشة التي قشرتها زولت لها أكيد البذور قطعتها مربعات بحلقة حبتين يكون حجمهم متوسط نضيف لهم نصف كأس تقريبا شاي من زيت الزيتون ثلاثة فصوص hum شوية من الملح أو حسب الضوق وسوف نضيف كأس من الماء كأس متوسط ملعقة صغيرة مملوئة جيدة من مركبط ملعقة صغيرة ملوئة جيدة من فلفل الأحمر نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود دفع من فلفل الحر يبقى أكيد حسب الضوق أو أكيد حسب الحدة هذا الفلفل الحار التي يجبني أن تكون ضروري نسمة الحار سوف نخلط المكونات كاملا مع بعضهم سوف نغطي ونجعل النار تكون هادئة جدا من بعد فعندنا هنا أربعة حبات من المخ فأخذتهم وصلقتهم في المخ وخليت المكيغلي وضفت له ملعقة كبيرة من الخل لا ملحة لا يحتاج الملحة ملعقة كبيرة من الخل من بعد حضرت المخ بحلاك من هنا يكون المخ غنمي يكون صغير يحتاج 6 دقائق تقريبا من بعد نصفيه ونجعله برد تماما ومن بعد نزول منه هذا العرق التي تشاهده لا نستطيع أن نزوله كل شيء ولكن نحاول أن نزوله شيء كبير أو حشو عائرات بحلاك لا تجعله في الماكلة وحتى تعطي زفورية إذا كان لديكم المخ البقري سوف يحتاج مدة أطوال سوف تجعله مدة 10 دقائق تقريبا من بعد حتى تجعله برد وتقشره على نفس الطريقة كمية أكبر أنا استعملت هنا أربعات الحبات من المخ الغنمي إذا أردت البقري تستعملوا غير زوج الحبات كمية أكبر أنا دائما استعملوا وغير أردت نبقى في الحلقة سوف نكمل كمية كلها نقطع قطعة كبيرة لا تقطع قطعة صغيرة لأنها تفرتت لا أعجب المنظر سوف نعود للصوص التي لديها لديها طابت نأخذ البقري وننزل فيها قليلا من بعد لا أعجبني أن يكون فيها طريفات صغيرة وأكيد يبقى حسب الضوء ونحسن الناس الذين يحضروا بشار مولاء حتى نهائيا سوف تعجبني أن تحمي ذلك وتعطي صوص ويزكي هنا سوف نصفيها ونصفيها كامل ونرجعها إلى المكان أنا سأجبني صعب نريد المكان فنصفي بحلقة هذا المهمة هي تصفات كاملة إذا كانت تتفضل حقا لن يفعلها الألياف أو الزرية ونزل لها كل شيء ونزل لها ونزل لها بعد هنا سوف نزيد كامل ونصف التمكة صغيرة ليس كثيرا لم تقوموا بشكل أول لم يحتاجم بها ونصف التمكة هنا ضرورة أن نضف التمكة لأنه يشترك المضاق المغريبي ولكن ممكن أن نكتره بقياس نصف ملعقة صغيرة ستكفينا لأن الكيمية ليست كبيرة كما تشاهدون الكيمية المخرهة قليلة سنضيف المخ بحلقة كما شرعته كما شرعته كما شرعته كما شرعته كما شرعته لأنه يجعله احتبرد على نقيته ثاني حاجة مني تضيفه هو بارد سنأخذ السوس كما نبقى بحلقة نسقيه بهذه السوس لا نبقى أن نخلط فيه كما نضعه في التبصيل لا يأتي معجن يأتي المنظره كيف أردتكم في البداية هذه الحلقة يأتي الطريفات معستلين بهذه السوس ويبقى محافظة على ذلك اللون سننزل قليلا النار سنطيبه على نار هادئة خمسة دقائق لا أكثر لا يأتي بوقت كبير نضيف قليل القزبور والمعدنوس سنغطي نار هادئة خمسة دقائق سنحركه غير تحركه كما تشاهده نفس الشيء غير نسقي ونحرك لا نبقى لنضيفه جيدا إذا كنتم محتاجين قليلا الملحة تزيدوها إذا كانت لديكم حمضة يكون كافي إذا لم تكن لديكم حمضة ومحتاجين حموضة فتضيف واحد المعلقة كبيرة من الخل أنا صراحة لم تكن لدي حمضة لنضيفها سوف نقدمه بحلقة كما تشاهده كما تشاهده سوف نزينه قليلا المعدنوس من الفوق وكتقدمه بصحة الراحة سوف نقرب لكم تشاهدوا القوامه كيف يأتي تقدمه إما سخون أو تقدمه كمقبلة تكون دافية بدرجة حرارة الغرفة الوصفة الثانية هي الكبدة مشرملة أنا استعملت هنا زوج الكبدات الغنمي كان فيهم في المجمال واحد كيلو إلا ربع تقدروا تستعملوا الكبدة البقري اللي عادة كانت استعمل أنا في ست سنة تقطعوها بحلقة تكون غليدة السمك ديالها يكون غليدة ضروري جدا إذا استعملتوا البقري احتى هي نفس الطريقة إذا استعملتوا كبدة صغيرة سوف نصف الكمية هذه المكونات اللي سوف نضيفها ضفت هنا معلقة كبيرة تكون مملوئة من الكزبرة او القصبور مع المعدنوس ضفت كذلك ثلاثة فصوص من التوم تكون محكوكة او مبشورة بحلقة ذا رقيقة سوف نضيف منها معلقة صغيرة تكون مملوئة جيدا الفلفل حارة او الفوفل الحار سوف نضيف منه كذلك واحد ملعقة صغيرة حسب الضوء أنا هنا ملعقة صغيرة تقريبا ممسوحة عندي هنا القصبور حبوب او الكزبرة اليابسة ضفت منها نصف ملعقة صغيرة نصف ملعقة صغيرة من الكمون نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود او الابزار ونضيف الملحة هنا يحسب الضوء كل احد يضيف شحل ما تعجبو الملحة هالتتبيلة هذي سوف تكون في الكبدة في الاول ونزيد واحد تتبيلة ثانية بالنسبة للصوص نزيد هنا شوية من زيت الزيتون غير باش نخلط توابل مع بعضياتهم هالطريقة هذي تكون اكثرية في فاس كي ناس اللي تقطع الكبدة هكذا مربعات صغيرة وكتطيبها مباشرة ولكن هذي طريقة مختلفة واكيد انا غتعجبكم اذا جربتوها حاولوا تغيرو مرة 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 المهم من بعد ما شرملت هذيك الكبدة كاملة خديت شوية من الدقيق الابيض كنحطوه بحلا كذا كنتأكد ان الكبدة مغطية بهذيك الضغميرة او الشرمولة اللي شرملتها بها كنديلها بحلا كذا كنغمصها من كل جهة ومن بعد صافي كننفضها غي شي شوية نزول اذا كان عندي اي فائد كنزوله بالنسبة الناس اللي عندهم مثلا حساسية من الجلوتين او لشي حاجة فيقدروا يستعملوا بودرة اللوز او يقدروا يستعملوا المي زينة صافينايا من بعد ما كملت كمية كاملة سنعطيها لسعة لسعة من كل جهة ما بغيتش نهائيا انا نطيبها كتكون المقلة ساخنة جدا في الاول هذا نضيف زيت الزيتون لا نضيف زيت الزيتون ونجدك يسخن من الاول حتى تسخن المقلة نضيف كمية من زيت الزيتون ومن بعد نضيف بحلا كذا لا نضيف كمية كبيرة من الكبدة في المرقة في المقلة كي لا تطلق لي الماء سوف اضطيتهم كاملين واحد دقيقة ارجعت قلبتهم بحلا كذا سوف نضيف تبصيل سوف نضيف سوف نضيف كبيرة سوف نضيف كبيرة سوف نضيف كبيرة بقي خضرة من الداخل سوف نضيف كمية الثانية نضيف كبيرة سوف نضيف كل يدفع ونعود نقطعها معكم بعد كبيرة سوف نضيف كبيرة سوف تكون خضرة من الداخل اذا طيبتها كاملة سوف تقوم بقصحة سوف نقطعها بحلا كذا مربعات صغيرة كما ترون سوف نكمل كمية كاملة سوف نقطع مربعات صغيرة سوف نزول السبب قبل سوف نزول العرقة سوف تزول العرقة كاملة بحلقة ده اي الياف شتوهم كتزولوهم كتخليو غديك الكبده بحلقة ده كنقية هنجيو هنا نوجدو السوس حتاجيت كأس شاي من الماء او كأس العنباء من الماء نصف كأس من زيت الزيتون هنضيف كذلك هنا ثلاثة منفو سوس ديال التوم يكونوا مبشورين ارقاق بحلقة ده ضفت التومة مع الكبده ولكن هنضيفها مع السوس كذلك ملعقة صغيرة مملوئة من مركز طماطم ملعقة صغيرة مملوئة او ملعقة ونصف من الفلفل الاحمر نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار او حسب الضوق هنضيف هنا نصف ملعقة صغيرة من الابزار او الفلفل الاسود وربع ملعقة صغيرة من الكمون هنا اضافة اللي كتعطي مضاق غزال بزاف نصف حباء ديال الحامض مصير زولت لها اللوب ديالها وقطعتها مربع تكون صغيرة جدا كيف ما كتشوفو ضفت ملعقة صغيرة من القصبور او الكوزبرة وضفت ملعقة صغيرة من المعدنوس خليط ما بين القصبور والمعدنوس سنخلط هذه المكونات كامل مع بعضياتهم في الأول انا رأيت النار طافية لكي لا تحرق لي هذه اللقامة او التوابيل من بعد مني خلطت المكونات شغلت النار اضفت شوية من الملحة سنخلي هذه السوس ثمانية دقيق حتى تشاهدوا انها لها تشكل هذا لان مني سنضيف الكبدة غير بحلاء نسخنها او تشرب هذه السوس لا نسخنها فيها مدة طويلة لكي لا تبس لي هذه الكبدة او تقصح سنحاول انني لبس هذه الكبدة كاملة بهذه السوس ونخليها على نار متوسطة حتى تشاهدوا انها بحلاء تضغم رات يأتي فيها مضاق غزال مختلف نهائيا على مضاق الكبدة التي كانت طيبها مشرملة من الأول نضيف هنا واحد معلقة كبيرة الخل ضرورية حتى نضيف معلقة كبيرة الخل سوف نضيف واجدة انني نقدمها تضعوا بحلاء كده تقدم اغلبية دافية لا تقدمش سخونة نضيف شوية من المعدنوس من الفوق ونضيف شوية من الحامض مصير هكذا قطع وتقدموها بالصحة والراحة غير ما تقوش كتسخنوا فيها بزاك بجي ما تقصحش بالنسبة للوصفة الثالثة فهي الكرعين تطلبوا من البائع انه يقطع لكم الجوانب بزوجهم الحوافر والجهة الأخرى يكون فيها السواد فكتعطي مرارة من الأحسن انه يقطعون لكم كيبقى هكذا الكرعين يجي المضاق دياله حسن ضفت لتر ونسب من الماء يكون ساخن هكذا يطبوه لضغية نضيف بالنسبة للتوابل ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر نصف ملعقة صغيرة من الكوزبرة اليابسة أو القص Bere الحبوب المطحون ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ملعقة من راس الحانوت ملعقة صغيرة من الإبزار أو الفلفل الأسود او ملعقة صغيرة من زنجبيد أو سكينجبيد ملعقة صغيرة من الخرقون الملحة يعود قرفع الملحدة هذا تسمى بزوجيا قائمة لقد تكون فيهم لقامة بزوجهم ولكن الكامون لم يكن نفعله نهائيا من بعد نضيف ربع ملعقة صغيرة من سمن نصف حباء زعفران نصف حباء زعفران او اذا عندكم زعفران شعرات قدروا تضيفون شوية ضفت هنا ستة فصوص للثوم واحد البصلة صغيرة وراء مقطعة مربعات صغيرة اذا كانت البصلة متوسطة غير نصف حباء من كتروش البصلة كيناس اللي كانت يبغي بالثومة هذا طياب مختلف من بعد نضيف ربيطة صغيرة القصبور ومعد نوس مخلطين مع بعضياتهم سنسد هنا الكوكوت ونجعلها طيب على نار هادئة من بعد ان تصفر لها الكوكوت ننزل نار هادئة جدا حتى كالطيب من بعد هنا كما تشوفوا راء طاب مزيان اكيد تحلو عليه تختبروا ما هو هذا كان باقي ازيدوا شي شوية زولت هذه ربيطة القصبور ومعد نوس ونضيف هنا الزبيب الزبيب نضيف حفنات كبارين غير غسلته ما خليته في الماء نهائيا هذا مباشرة نقلب دائما انه لا يكون لدي لاسط من التحت سوف نزول هذه الربيطة القرفة اللي اضفته في الأول ونجعل المريقة تشحر بحالك انا كعجبني نضيف ملعقة متوسطة بحالك من العسر كتكمل هذه المضاق مع باقي التوابيل اكيد تبقى اي اختياريات لا تستطيع تضيف السكر او معلقة كبيرة او اذا لا تريدوا تضيف حاجة مشكلة وقبل انسيت موريتك انا نضيف معلقة كبيرة للخل تعطيها حتى التوازن وكتقدمه بحالك على باقي الطرق القديمة الوصفة الرابعة ستكون هي الطيحان معمر ليس معمر بحالة متبل تتبيلة اللي ستكون داخل خديت بصلة تكون متوسطة بحالك دا قطعتها مربعات صغيرة اذا كانت كبيرة اخذوا نصف بصلة نضيف واحدة اربعة حبات التوم يكونوا محكوكين هنا الشحمة الرضاء تكون جهة رقيقة نستعملها في بولفيف الجهة التي تكون غليضة هي التي نستعملها في الطيحان نضيف ثلاثة الحفينات المهمة هي مشكلة الكميات سنضيف هنا المعدنوس المعدنوس فقط لا تضيف القزبور نهائيا واحدة معلقة كبيرة او زوج معلقات يكونوا عامرين سنزيد هنا الملحة الكافية هنا ستشوفوا الكيمياء قليلة سوف نضيف من بعد لان هذه التتبيلة هي التي تملح لها حتى الطيحان من الداخل نضيف شوية الكامون شوية الملحة سنضيف الفلفل الحارة إذا لديكم الهريسة سوف تضيف الهريسة وكلما جاءت هذه الوصفة حارة من الداخل لم يكن لدي الهريسة هنا فلا أضفتها نأخذ هذه الخالطة ونبقى نضيف بالقطعة القزبور المعدنوس حتى تضيف المكونات نضيف شوية من زيت الزيتون ونبقى مستمرة حتى أعطيكم هذه الهريسة هذه الكمية التي أعطيتكم ستكفيكم الستدية التي أحبت الطيحان صغار ستطلبون من البائع أن يوجدهم لكم على أساس أنكم ستعمروهم هنا سوف نأخذ معلقة صغيرة ستساعدني أكثر كل طيحان نضيف معلقة كبيرة من هذه التتبيلة سوف تدوب ونسمى الطيحان من الداخل ليس بحل عمارة الكفتة سوف تشعروا بالمضاق الطيحان نحاول نوزع هذه التتبيلة على الطيحان كامل ومن بعد نصد بعض العود خشبي أو كيوغدان سنصده ونجده منفس لا نحاول أن ينزير الكثير من بعد ما سنصد سوف نفلح تفليحات صغيرة أنا فلحت وقاب طفيد لا تفعل هذه القضية نهائيا سوف نضيفه في القرادة ونضيفه أو تقبوه بشكل كبير ونحن تفلحه وإذا كنت تشعروا أنه تنفخ سوف نضيفه ونضيف الملحة ونضيفه من الزيتون لكي لا يتحرق ويبقى رطب ونضيفه لا دعية أن تضيفه في هذه المرحلة ونضيفه ونضيفه من الملحة ونضيفه من الفوق هنا أكيد تسخن جيدا ونضيفه من الجهة الأولى ونقلبه من الجهة الثانية حاولوا أن يبسوا بشكل كبير في المضاق أكيد الفاخر يبقى ألد كثيرا ونضيفه من الأفضل ونضيفه 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 والحرقيقة والجوانح قسمتهم الى نصفين هكذا ما تجيكم مش طويلة هالطريقة تقطع تعطيكم واحد المرقة اللي دايبة اذا قطعتهم مربعات كي يبقوا بحلقة كذلك مكنزين كنخليهم على نار هادئة حتى تشوفوا ان هذه البصلة شفافة من بعد كنضيف ملعقة صغيرة ممسوحة من الخرقم البلدية او الخرقم عرق ملعقة صغيرة ممسوحة من سكينجبير نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود او الابزار الملحة سوف نضيف كذلك هنا شوية من زعفران شعراء ضروري هو الذي يعطي المدق هو الذي يعطي المدق لهذه المريقة ضروري منه اذا ما توفر لناش نضيفه نصف داما المهم يكون المدق الزعفران الحر يكون حاضر كنخلي هذه البصلة على نار هادئة هنا شفت انني محتاجة شوية زيت الزيتون فضفته كتخلي وحتى تولي البصلة بحالة كذا ماشية محمرة غير بحالة كالتأسل من بعد نضيف هنا واحد نصف لتر الماء يكون سخون سوف نخلط هذا المراق كله مع بعض اياته سوف نضيف هذه الفولة الغنمي لزولت لهم القشرة ومن بعد قسمت كل حبات قريبا اما تقسموهم على 4 اما على 6 اما تقسموهم لا تقسموهم صغارين لانه مره سيصغر ومنه سيطيبوا لا يحتاج انني نشد عليهم في الكوكوت سوف نضيف غير واحدة ربيطة صغيرة ونضيفهم على نار هادئة حتى ترى انهم مطابوا هنا سوف نضيف هذه الفولة صغيرة ونضيف هذه البيطة صغيرة ونضيفها لا نضيف مقطعها هكذا تبقى المرايقة نقية من بعد سوف نحاول نعصرها ينزل العصارة كاملة ونضيفها في المرقى المرقى يجب ان تقدمها بشكل مرايقة كانوا هذه المرقى يجبونها لنفيسة من كتولد تكون مرايقة خفيفة تقدروا تقدمها بشكل مرايقة تشربها في زليفز بالنسبة للناس الذين تغمصها تجعلها قليلا تشرب لا تعلق بشكل مرقى غير تشرب شكل مرقى سوف نحاول ان نقرب لكم معلقة باسترى القوام كيف يكون دائر تقدموهم بصحاب الرحاة اكيد اذا قد تضعفوا الكمية من اللي احسن تعطيكم كمية اكتر سوف ندوز هنا التقلية والضوار سوف نعطيها الفوض مهم في كل منطقة شكت عطيت لها هنا اخذت ريا غسلتها مزيان اكيد عن مرتب الماء وعود خويتها شللتها شحال من مرة زلت معها الهبائل ونزيد هنا الكرشا كي ناس تضيف اضافات مساعران ودكشية انا ما كنضيفه ولكن كل واحد يضيف اللي يبغى انا كنضيف هنا واحد زوج القلوبة بما ان القلب يكون حتى هو غير واحد ما كنعرفوش ما نديرو به او كنوا غير زوج فقطعهم وديروهم فتقلية ونضيف هنا ثمانية الفصوصة كبارين يكونوا محكوكين كنبغى يكون مضاق التومة فيها وكتعجبني كذلك واحد الحاجة هي انني اللسان البقري كنشريه من قبل نصف اللسان يكون كافي نصف اللسان كنشريوه وكتقطعهم مربعات حتى هو بحلقة تكون متوسطة وكتضيفوه كيجيغزال ما كتبقوش كتاكله غير كرشة بحلقة غنضيف ملعقتان كبيرتان من الفلفل احمر انا المعلقة عندي رغيمتوسطة مش كبيرة بزاف اذا كانت كبيرة بزاف ديرو معلقة ونصف غنضيف معلقة صغيرة من الفلفل الحار بعد غنضيف هنا عندي القزبوريابس غنضيف منه معلقة صغيرة بحلقة غنضيف كامون كذلك نضيف كامون اذا كانت كامون اذا كانت تحون علي يجب ان يكون احسن معلقة صغيرة بحلقة غنضيف الفلفل الاسود معلقة صغيرة احتى هي كنعمرها وكننفضها شوية ماشي ممسوحة وماشي عمره كثير من القياس تعمت نوريكم الكيميات من بعد نضيف الملحة الملحة الكافية بعد نضيف الحمض مصير فنضيف بحسابي سوف نضيف هذا الكمية ونصف كاس زيت الزيتون لان انا ضيفها لهبيلة فهي ستطلق قليلا قليلا نضيف 1 لتر من الماء يكون سخون ونخلط المكونات كلها مع بعض بعد نضيف ربيطة صغيرة قصبور مع معدنوس لا نضيف شيء مقطع لكي لا يكون المرقاء بقال لون ونضيف سوف نضيف في الكوكوت نجهد ومن بعد نضيف النار هادئة نجعلها على خطرها حتى نضيف ونحل ونرجع هنا من بعد ما ترى سوف نضيف هذه ربيطة القصبور معدنوس سوف نحاول نعصرها لكي نضيف الماء سوف نضيف طريقة من الماء لا تحتاجون كما تقردون ونحن لدي نصف حب ملحامض ونضيف ونضيف جوانح سوف نضيف في المرحلة ونضيف حتى تشحر ونضيف معلقة كبيرة من الخل أو معلقة خلطة ونرى ونضيف ونضيف لدي حمضة هنا اضيف زيتون الحمر ونضيف من قبل من الحمض أو القشرة يجب أن نضيف في الطاجين لكي يكون محافظة على سخونة ونضيف 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 تشحر ونضيف ونضيف الزيت ونضيف 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 تقدمون هذه الأطباق كاملين ونضيف ونضيف تريد تكلمين ونضيف ونضيف مجرد من الضيج ونضيف تعجب ونضيف 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 لأنها تعلمت من والدة ولكن تعلمت منها مميزة الله يرحمك ويوسالك